نفذت أكاديمية الجيش السلطاني العماني ممثلة بكلية السلطان قابوس العسكرية اليوم البيان العملي للتمرين النهائي درع 28 لدورة الضباط المرشحين بميدان تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة ظفار ونفذت الضباط المرشحون فعاليات البيان العملي بالدخيرة الحية وفق خطة التمرين بمشاركة أسلحة الإسناد بالجيش السلطاني العماني وبدعم جوي من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني وإسناد من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع رعى فعاليات التمرين اللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني بحضور اللواء الركن مطار بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني